من بوابة أخبار اليوم نقرأ وزير التعليم العالي لن أسمح بتعطيل العملية التعليمية والمواجهة بالقرون أكد دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على ضرورة الاستمرار في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني مشيرا إلى أهمية تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح وعدم السماح بوقوع أي تجاوزات مضيفا أنه لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية وأن خروج أي شخص على الأعراف والتقاليد الجامعية ستتم مواجهته بالقانون وطالب عبدالغفار بتطبيق قانون تنظيم الجامعات بكل دقة لضمان الانضباط داخل الجامعات على مستوى جميع عناصر المنظومة التعليمية